شيء عظيم جدا شيء عظيم دكتور مختار احنا بنتكلم على تطوير مهم للمناطق التاريخية في مصر نعم اهمها ايه من وجهة مصر قاعدت قصة لرعونقها الخليم احنا كنا بنعتبر باريس الشرق من حيث تنظيم الشوارع والبيوت اه تمام خيالي مثلا ان في عصر قصة محمد علي بدأ يحصل تطوير مدينة القاهرة وبدأنا نطبق المشروع بتاع هاوسمان في تصميم مدينة القاهرة اللي هي دلوقتي بقيت القاهرة الخدوية بمبانيها بعماراتها بالمدين المتسعة اللي فيها بتخطيط الشارع الجديد غير التخطيط القديم للقاهرة ايه كان فيه شارع محمد علي هو الفاصل بين القاهرة القديمة القاهرة الجديدة ايه ويشوفي هتلاحظي هنا حاجة القاهرة الجديدة اللي بدأ يبقى فيها القصور والبلهات والكلام ده ايه والقاهرة القديمة هي اللي فيه الحرفيين والتجار والحاجات دي هو ما فصلش باللاثنين إنما عمل شارع يبقى هو حلقة الواصل باللاثنين واللاثنين خايفين على بعض ده عايز مزر رزقه طبعا من المناطق الشعبية تكمله بعض والمناطق الشعبية ده هو عايش على الطبقة الراقية دي فتعامل شارع محمد علي ده هو الحد الفاصل باللاثنين وهمسة الواصل في نفس الوقت وعلى رأس شارع محمد علي تتعمل دار الكتب والمتحب الإسلامي وعلى رأس القهرة الحديثة تعمل شارع عبدين فهنا الأصالة والمعصرة ده كان التصميم اللي تعمل عليه القهرة الأديم بعد كده بازت القهرة أول ما طلع كده الحنجوريين وقاله الشعب هو القائد والمعلم دون تبنيز قال عاصل العامة قد هماء ركب والموجة الطبقات العليا بدأت تكش الطبقات المفكرة اللي بتخطط بدأت مع الغوغائية دي مش دا يا حاجة وتم إهمال المنطقة وتم إهمال وتم إن القيادات العليا يحبوا الشعبية يحبوا الهيصة والجماهير دي تحبوهم بس إنما إيه اللي حيحصل للجماهير ده ده بقى وهملت هذه المناطق التاريخية فترات طويلة وأنت فراجع القاهرة الخدوية دلوقتي إيه بقى عاكت حنيها شفت إيه بريس القديمة تبعت إيه بريس القديمة دلوقتي رجعت بريس القديمة آه آه إنت عارفها يعني من السطف العجيبة الموضع كانت تظهر في مصر آي السنة اللي بعد مينة تظهر في أوروبا ها دلوقتي بيانا مستهلكين إن من الأول كنا نحن المنتجين آي ونصدر لأوروبا لفكرة الموضع دي كان من ضمن الأساسيات فكرة التطوير اللي حصلت حضريتك كأستاذ اشتركوا في القناة